أهلا بحضرتكم من جديد عاد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنافي جبال إلى القاهرة بعد زيارة رسمية إلى دولة الكويت على رأس وفد من مجلس النواب شهدت زيارة نشطا مقسفا للوفد البرلماني المصري تضمن عقد سلسلتين من المباحثة الموسعة مع كل من سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت وسيد مرزوق الغنم رئيسي مجلس الأم الكويتي وأسمو الشيخ صباح الخالد الحمد رئيسي مجلس الوزراء الكويتي تنولت تلك المباحثة سبلات عزيز العلاقات الصنائية المصرية الكويتية في كافة المجالات خاصة على الصعيد البرلماني كما تم استعراض أبرز التطورات الإقليمية والعالمية وسبل تنسيق المواقف المصرية الكويتية في القضايا محلي الاهتمام المشترك